السلام عليكم ورحمة الله عزيزاني طلبه وصلنا الى unit 2 lesson 8 عنوانه my favorite movie student book page 22 طيب هذا الفيلم يتكلم عن قصة تايتانك التايتانك السفينة الكبيرة اللي تم صناعتها وكيف انها غرقت والأحداث اللي صارت عنها هذه الأحداث موجودة بالفيلم اما هنا فهي أكوفة نبذة مختصرة بعض المعلومات عنها طيب كاتبكم بهذا الشريط الأحمر هذا هو المكتوب عنه معلومات عن الأحداث ما للتايتنك هاي الشريط الأخضر بهاي الكلمات اللي لازم تنزلها بهذه الفراغات الجوة هو ما أخذ أول أحدى ما هي صحة اللي هي التايتنك وحاطها كأول نقطة هاي بالأحمر مكتوب عليه قدام التايتنك طيب هسه راح أقرأكم يا هذي بالصندوق الأصفر طيب فاكت فايل يعني نص الحقائق وكذا تايتل الأنوان اللي هو تايتنك تايتنك اسم السفينة ريليست تم العرض أو تم يعني الشان النشر سنة 1997 هاي السنة هاي الألف هاي بالإنجليزي تنقرأ هاي قسم تمام هذا حتى الألف وثمانمية ألف وسبعممية وكذا كذا تنقري ناينتين ناينتي سبن تمام تنقري ناينتين ناينتي سبن أوكي مثلا ناينتين سكستي سبن وكذا ها هي كيفية قراءتها فريليست ناينتين ناينتي سبن شانرا هاي تنقري شانرا يعني شنو يعني نوع نوع الكتابة تمام نوع الكتابة هاي دراما رومانس دايركتور المخرج اللي هو جيمس كاميرون والسكريبت رايتر سكريبت اللي هو النص والرايتر يعني كاتب فسكريبت رايتر يعني كاتب النص أو الكاتب اللي هو نفسه جيمس كاميرون ستارز النجوم نجوم هذا الفيلم اللي هو لليناردو ديكابريو وكايت وينسلت الفيلم يبدأ بمغادرة مغادرة سفينا التايتانيك من ميناء سوث هامتون في بريطانيا في سنة 1912 القصة يتم اخبارها أو تروى بواسطة روز هاي أول أول فراغتكم ناجي أو بهذا الاحيان يعني ناجي ناجي من هاي الكارثة اللي هي الآن كبيرة بس جدا هي تقول تروي يعني تروي هذه الأحداث من تلك الليلة المأساوية تراجي يعني مأساوي عندما اصطدمت السفينة بجبل ثلجي آيسبرغ يعني جبل جليدي أو جبل ثلجي وغرقت أكثر من ألف مسافر غرقوا في ذلك الوقت وهذه الأمرأة تخبر هذه القصة لفريق من فريق من يبحثون بداخل الحطار هذا الرك يعني حطار طيب هاي هي هذا الحطار حقائق مثيرة للاهتمام at the time this was في ذلك الوقت this was the most هذه كانت هي أكثر the most expensive film ever released هو أكثر فيلم يعني غلاء أكثر أبهض أكثر ثمن بهضا يعني ثمن الفيلم كان بهض جدا أكثر أغلى فيلم تم إنتاجه it cost كلف 200 million 200 million دولار this is more than the original cost of building the Titanic هذا كان هو أكثر كلفة من بناء التايتانيك الحقيقية the ship became famous طبعا expensive يعني غالي بهذا الثلم the ship became famous because it was thought to be unsinkable هذه السفينة صارت مشهورة لأنه كان يعتقد بأنها unsinkable كلمة sink يعني يغرق unsinkable يعني غير قابلة للغرق unsinkable يعني غير قابلة للغرق however على كل حال tragically بشكل مساوي it sank on its first voyage هي غرقت في أول رحلة بحرية لها voyage بمعنى رحلة بحرية my opinion بمعنى رأي tragically هاي الكلمة العفو اللي بالفراغ tragically يعني بشكل مساوي my opinion يعني رأيي I loved it أنا أحببته يقصد بالفلم it surely has to be one of the greatest films of the 20th century لا بد أن يكون هذا هو أحد أفضل الأفلام أو أعظم الأفلام في القرن ال-20 I especially especially يعني بشكل خاص I especially liked the real life footage showing the rick هذا التصوير الحقيقي الذي يبين الحطام at the beginning of the film في بداية الفلم the sets are fantastic العروض كانت جميلة جدا and the acting is really good والتمثيل رائع جدا أو جيد جدا موجودة جوا when was Titanic released it was released in 1997 طيب أما الآن هذا اللي موجودتكم بالاكتيفتي بوك page 30 خالي لكم هذا لني وياها ما تحطيكم بعد الستوري أعتقد و my opinion وكذا طيب فأوذن ربما يجيكم يعني بالامتحان أوكي التايتل اللي هو Titanic released مثلا نقول لك when was the Titanic movie released متى تم يعني عرض أو اينا متى تم عرض فيلم Titanic انت لاب تكلم 1997 أوكي what's it's شان روب أوكي drama romance فهذا اللي لازم أنت تحفظ طيب فشان را هي drama romance director المخرج اللي هو جيمس cameron والسكريب رايتر جيمس cameron stars اللي هو يناردو ديكابريو وكايت وينسل ممكن انه يخلطون بين هذاني مثلا يكتب لك director ويكتب لك جيمس cameron ويخلي لك هذان الشخصيتين هماتين بالخيارات ويحتاج انه تختار منعتين وكذا هذا الدرس قصير جدا وهاي هي نهايته يا رب ان شاء الله تكوني فهمت اشتركوا في القناة